السلام عليكم مساء الورد أحبتي أحلى مساء من أخوكم نعيم فيه تمرين رياضية جماعة ممكن نمرسها في البيت اخترت لكم منها واحد أنا متعود من ونعيل بعمل هذا التمرين رغمين جسمي رفيع لكن التمرين هذا مخليني الحمد لله دايما صدر ممشوق وعدل وما فيهوش أي مشاكل ما فيهوش انحناء غير ان الدورة الدموية تمام غير ان كله تمام وعايز اقول لكم عليه التمرين هو تمرين الضغط تمرين الضغط وهوريكم في نهاية الفيديو كيف ممكن نعمل الضغط مع بعض حسب أنا خبرتي ومتعود عليه من وان صغير التمرين هذا فيه شيء رائع جدا جماعة بداية في وقت الكارنتين والحظر وان حد جاعد في البيت ما بيعملش أي حاجة أفضل تمرين ان احنا ممكن نعمله داخل المنزل بدون أي مشاكل وإحنا جاعدين ومش محتاج لي مساحة ولا أي حاجة فواية تمرين الضغط الرائعة الكتف والزراع الكتف والزراع والصدر والمعدة والظهر والرقبة والعمود الفقري والأرجل كلها لغاية أسفل فايدة تقوية لأعصاب المنطقة هذي كلها تحسين شامل لكل أداء الجسم في المنطق اللي تكلمت عنها هذي إيش غير كده تحسين المفاصل صحة المفصل يا جماعة أغلب المفاصل في هذا التمرين بتشتغل فبيحسنها هذا التمرين جداً تحسين منطقة الأكتاف وتقوية العضلات لو واحد دايماً زي ما تكلمنا قبل كده بتجوم وبيجيك دوخة التمرين هذا بيجو الأعصاب وبيخلي الدوخة ما تحصلش إلنا ولا يجي لنا دوخة لما نيجي نجف تحسين لصحة الدورة الدموية والقلب والشريني بشكل عام فمن كل النواحي هذا التمرين بيضبط الجسم سواء من جدام أو من الخلف أو الأرجل والمفاصل والأعصاب فأنا شايف إنه مفيد في كل شيء وأضراره خفيفة جداً غير اللي مش عارف يعمل هو اللي ممكن يصاب بألام بحاجات زي كده فأنا شايف إنه مناسب للدم والدورة الدموية للقلب مش هنحس بأي دوخة بعد كده لما نيجي نجف لأن أعصابنا هتبقى تمام تحسين زي ما قلنا للمفاصل والأزرع وتقوية للعضلات بشكل عام حتى لو أنت مش عايز عضلات على الأجل هتلاقي نفسك التمرين هذا مفيد جداً إلك وبيخليك دايماً صحتك تمام في طلعة السلالم نزدة السلالم الجاري الهرولة كل هذا مع التمرين هذا هتلاقي نفسك دايماً تمام ممكن نعمل التمرين هذا مرتين في الأسبوع زي ما أنا بعمل نبدأ بخمسة بعشرة لجينا نفسينا زبطنا يعني كل ثلاثة أيام نعمل ومرة مش هاخد مننا تجيكتين ثلاثة غير إن إحنا بقى نتعود خمسة بعد ثلاثة أيام قدرت أعمل عشرة الأسبوع بس كل ثلاثة أيام قدرت أزود أني كنت بوصل لميد ضغطة فدلوقتي ممكن نعمل عشرة عشرين بس أوري حضراتكم فنعملوا مرتين في الأسبوع ومش محتاج مكان وجوه البيت رائع جداً في كل حاجة جماعوا بالذات في الضورة الدموية والأعصاب أوري حضراتكم مثلاً محدش التاري يا جماعة في التعليقات بس أنا عايز أوريكو بجد لإني متعود على هذا التمرين الرائع نبص مع بعض نشوف مثلاً أنا متعود أعمل هذا التمرين بهذا الشكل بسم الله ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة أداشر اتناشر أمتاشر أمتاشر ستاشر سبعتاشر أمانتاشر سعتاشر عشرين يكفينا عشرين شايفين استقامة الجسم بليزا كاميرا هنا في استقامة جماعة لازم الجسم كله يبقى متمدد باستقامة زي ما انتوا شايفين يعني اطراف رجلية من الخلف هي اللي دايسة على الارض مع ايدي ما نعملش ايدينا كده ونكون مستقيمين جدا وننزل ونطلع بهذا الشكل ثاني حبيت اوري حضرافكم عشرين كفاية ما جالي فترة كبيرة ملعبتش ضغط التمرين هذا قمة الروعة شايفين هتلاقي وشي بدأ يحمر تجديد للدورة الدموية صحة القلب هنتعود على ضربات قلب أعلى لكن بدون مشاكل اللي هيعمل التمرين بشكل خاطئ هيحس على طول بعدها انفيه ألم في العضلات فلازم امتداد والجسم يكون ممشوق وما فيش لا تحت ولا لفوق مصطرة ورجينا وإيدينا هي اللي شايلة وممكن بعد كده باجا مع الوقت نبدأ نعمل بطروب تانية بإيد واحدة بلقتين ونجف ونسجف وننزل تاني فأني شايف أنه رائع في كل حاجة ونصحكم بمرتين في الأسبوع والعدد يزيد مع الوقت الخمسة يصيروا عشرة عشرين تلاتين لغاية ما هنلاقي نفسينا ممكن نحصل أني الطبيعي بعمل دايما حوالي أربعين مرتين في الأسبوع رائع بكل المقيس وبالذات بجل اللي بيدخن للي ما بيتحركش للي يعني ما بيعملش أي حاجة ولا أي تمرين راضية هذا رائع ومش محتاج مكان وجوه البيت أحلى ميس من أخوكم نعيم ونشوفكم إن شاء الله في فيديو هاي التانية وفائدة التمرين الضغط الرياضية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته